أنه لا أحد يتوقع أو يمكن أن يشوف ما يدور بذهن وفكر السيد مقتدى الصدر السيد مقتدى الصدر كان من البداية إذا تذكر كان إما حكومة أغلبية وطنية ومعارضة وطنية كان يريد أن تكون هناك إما معارضة وإما أن تكون هناك جهة مشاركة لا الكل يشارك في العمل السياسي والكل يعارض ما موجود في كل برنامانات العالم معارضة حقيقة لذلك لم تكن هناك إرادة لأن تقبل الكتلة السياسية وانسحب السيد الصدر ب73 مقعد وهذه هي أول مرة تحصل في العملية السياسية هذا يجب أن يقابل من الجانب الآخر بأنه يجب أن يكون هناك والحكومة استشعرت بهذا ودائما كانت تحاول أن ترضي أو أن تكون هناك أرضية لعودة التيار الصدر وكانت هناك كثير من الوساطات التي حدثت مع التار الصدري وكان السيد هادي العامري يذهب كثيرا إلى السيد مقدد الصدر للعدول عن قراره لكن السيد مقدد الصدر أخذ قرار نهائي بعدم العودة وحتى في قضية مجالس المحافظات أخذ قرار بأنه نحن مقاطعون لكن هذه المقاطعة لا يوجد في السياسة شيء ثابت السياسة هي متغيرة تتغير في ساعة في دقيقة في أيام لذلك على الآخر أن يقدم خدمة حقيقية أن يقدم إرضاءات حقيقية أن يحاول أن يستميل التيار الصدري بأن تكون هناك خدمة حقيقية بأن تكون هناك مؤتمرا يجمع كل الفرقاء تحت طاولة العراق تحت طاولة أن نبني العراق مجتمعين ولذلك عودة التيار الصدري بتقدير مرهونة بما سيقدم في هذه الأوقات وبعد الانتخابات هل ستكون إرادة تقديم حقيقية خدمة حقيقية هل ستكون مراجعة لكل القضايا هل يمكن أن نرى أنه لماذا السيد يجب أن يسأل الكثير لماذا هو السيد قاطع على الانتخابات يعني أن هناك فسادا كثيرا أن هناك لا يرضى بأن الفساد الذين أوغلوا بالمال العام أن تكرر وجوههم ولذلك هذه مهمة جدا يجب أن تراجع هذه الكيانات السياسية لأن يبقى التيار الصدري بعيدا عن العملية السياسية هذه مشكلة وهنا أيضا هنا كالية وتساؤل كذلك التيار الصدري لن يبقى بعيدا عن المشهد السياسي تحت أي ظرف كان لذلك ربما ذكرت نقطة في غاية الأهمية على الجميع المقابل أيضا للتيار الصدري بأن يتجه للمبادرة نحو التيار الصدري لمحاولة إعادته مرة أخرى حتى لا يترك بداية بعيدا عن السياسة أو ما يجري اليوم في العراق وهنا التساؤل في حال لم ترغب البقية في دعوة التيار الصدري إلى حوارات إلى مباحثات إلى العودة إلى الطاولة مرة أخرى هل سيبقى الأمر يقف عند هذا الحد أم ربما قد تتأزم الأمور بشكل أكبر هنا نحتاج إلى العقلية العقلية السياسية والحنكة والحكمة في إدارة الأزمة يعني هناك في كل دولة هناك حد ما تحصل أزمة هناك من العقلاء من الوجهاء من المتصدين لهذه الأزمة ويمكن أن يجتمعوا لحل هذه الأزمة التيار الصدري جزء مهم وجزء أساسي من العملية السياسية من 2003 إلى يومنا هذا أن يغادر بهذه الطريقة ويخرج من الحكومة ومن البرلمان ومن المجالس محافظات يعني أن هناك خللا هذا الخلل إذا بقى يصير مشكلة أكيد لكن معالجة هذا الخلل ودراسة كيفية إعادة التيار الصدري بهذه السنة وتسعة تشهر القادمة يجب أن تهيئ كل الظروف والمناخات الآمنة وإعادة الحوارات الحقيقية وليست الحوارات إسقاط فرض نذهب إلى التيار الصدري ونحاول لماذا احتكف وغادر العمل السياسي يجب أن تكون هناك حوارات معومقة مع التيار الصدري ومع السيد مقتدى الصدر للعدول عن قراره لأن قرار السيد أحدث فراغا وشرخا في العملية السياسية وتدري أن تشفت لاحظت المقاطعة الكبيرة في هذه المحافظات التي لدى السيد الصدر الجمهور الذي يحتكم لأمر السيد الصدر لذلك أنا من وجهة نظري إذا كانت هناك عقلية تعرف إدارة هذه الأزمات يمكن أن يعود التيار الصدري هو التيار الصدري ولماذا ذهب ذهب وخرج من العملية السياسية ليعتقد أن هناك أخطاء سياسية إذا عولجت هذه الأخطاء ومدة يد حقيقة المسامحة ويد البناء الحقيقي وترك الماضي وأن نفتح صفحة جديدة بتقديري يمكن أن يعود التيار الصدري ويملأ الفراغات الحقيقية التي حصلت لا زالت هناك فراغات بتقديرهم كل الخدمة التي حصلت ورغم كل الجهود التي بذلها السيد السوداني لكن عودة التيار الصدري لا زالت تترك أثرا وشاغرا كبيرا وأعتقد حتى السيد السوداني أنا بتقديري سيحاول في الفترة المقبلة بإعادة الحوارات وفتح المناخات لإعادة السيد الصدر للعمل السياسي حتى يكون هناك تقويما حقيقيا لهذه العملية وإدارة مجتمعية لأنه جهة كبيرة ومهمة خارج العملية السياسية أن هناك مشكلة ويجب أن تتدارك هذه المشكلة خلال الفترة القليلة القادمة اشتركوا في القناة